أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم السبت مقتلى ثلاثة مدنيين جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الأراضي السعودية لافتا إلى أن القذفة الصاروخية أطلقت بطريقة وصفها بالمتعمدة لاستهداف المدنيين المدنيون الثلاثة قضوا في محافظة جازان جنوبي المملكة فيما قال التحالف إن قيادة القوات المشتركة ستضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة بحسب تعبيره الحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء استهدفوا الأراضي السعودية بعدة صواريخ في الأشهر القليلة الماضية فيما تتهم المملكة إيران بدعمهم بالسلاح والصواريخ الباليستية لكن الطهران تنفي ذلك وكان عامل مصري قد لقي مصرعه في أذار مارس الماضي في هجوم صاروخي للحوثيين على السعودية كما أطلقوا في شهر الماضي عدة صواريخ على العاصمة الرياض قائلين أنها تستهدف أهدافاً اقتصادية الأمر الذي دعا الدفاع المدني السعودي في شهر الماضي إلى تدشين منظومة صفارات إنذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية ترجمة نانسي قنقر